الجزء بتاع النتيجة اللي خص مستدر المسلمان فيه واحد بيخلي المصرح يخلص من أول مشهد يفضل في أزهاني الناس كلها إنه نكسب هناك تلاتة أربعة هو برضو وصل انطباعا للناس واللعبته اتنمش كتير والمطش في مصرح يبقى صعب إحنا ما حققناش المعادلة الصعبة إحنا حققنا المعادلة اللي انتو مفروض ده طبيعيكو كلعيبة النادي الأهلي تعملوه كسبته هناك التوجه في مصر كسبه هناك هتريحه نفسكو في مصر بس في مصر مش عشان تدلع مش في مصر عشان استهتر أنا عارف أنا هاخد إيه زي ما انت قدت هناك بروح 108 شاب مصري شعب المصري كله كان بلعب مع 11 اللعبت عن النادي الأهلي هتيجي تنفذها هنا نفس الكلام مين بيحب النادي الأهلي مين بيحبش النادي الأهلي إحنا في الأخير اسمنا مصر والنادي الأهلي هو الممثل لها إحنا ماشيين ورا في أي حال أكيد طب شايف أن عودة علي معلول الجبهة اليسرى فرقتك بكتير فموراته مبارح؟ أه طبعا طبعا ومش تغلينا من أي حد يبقى لها في الحتة دي ده بيغار المفهوم في الكورة يعني إحنا بنقول زمان كنا بنقول لكابتن ربعي السينو بنقول لكابتن عمارة وبنقول لكابتن نخلة بنقول أسماء كبيرة لا إحنا بنقول علي معلول غار المفهوم خالص هجومي وإدفاعي وهدف وباق بسم الله ما شاء الله حدث بالحرك رجل عارف يعني إيه محترف بيصيب بصمة في البلد العربية الشقيق بالأسلوب ده الناس بتحبه وبدلعيته يا صار لا خلاص هو مصري بالزبط هو خلاص الراجل عارف هو عايز يعمل إيه وبيغير إزاي خلاص وصيرت له الغيرة على النادي بتاعه زي ما يكون بيغير على بلده بالزبط تبشيبت حركات أفشا مبارح في الملعب كات إزاي لا ماسترو كان سينفونية تطور قوي من أكتر اللعبة تطورت تحت قيادة موسيمانيا كابتن عمر هل هي كرة ما هو أفشا كورتو نفسيا 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 أنا بعرفت أخذ منه اللي أنا عايزه وعرفت أخذ منه اللي أنا عايزه حسين عملية وقعد برة وأبو 150 مليون واشترنا القطر لغاية الراجل بيرد مبارح للمدة الزمانية اللي هو هيؤدي فيها سبعين تمانين تسعين ديئة وبيغير ديانج السولية أجرى إيه ده كان هو ده كافق فيلر الأول بعدين بيكافق موسيمانيا كافق فيلر في مبارح زمالك بيكافق موسيمانيا في مبارح محمد هاني محمد هاني ياسر أيمن خلينا نقف عند محمد هاني هقول حاجة بس المحمد دي مهمة قوي أنت راجل لعيبك رأيت ومعاك طبعا نجم كبير جاء موجود كابتن أحمد فتحي أنتو بتتسيروا مع بعض وبتتشوروا مع بعض في الأداء هي حاجة واحدة اسماعيل حدادي لعب لإمكانيات عالية موجودة في الودات حتة الحاجة الوحيدة اللي موجودة ببعتب عليها في خطة ظهر نادل أهلي هي الحاجات التي تشيب بس اللي بتتعمل من وراء ظهر لعبة النادل أهلي لو أنا حطت الفرق قدامي خلاص أنا مش محتاج مش ناوة هيعمل كل حاجة ما يبقاش في خطوة يعني إحنا كنا بنقول كان نستركلول لك نو سنتميتر يعني إضغط الضغطة دي أتوفر علي أما بسيبه أو بخليه جنبي ممكن يكون أسرع مني ممكن يكون أقوى مني ممكن يستعمل الكرة بفكر أحسن مني ما هو الفكر ما بين كل واحد أنا إزاي أستحوذ على الكرة وأخذها منك وإزاي أنت تهدف في مرماية كل واحد فينا بيفكرها بطريقة أنا مدافع إزاي يمنع دخول هدف وإنت مهاجم إزاي تجيب هدف كل واحد فينا بيذاكر بطريقته وبيتعلق بطريقته وبيبقى عنده روح مختلفة عن التاني إزاي ده يمنع وإزاي ده يهيدف الوقت ده أنا بقوله الخط در نادل أهلي أنت ومعاك الشناوي هم المكسب الأول أنت الخط المنيع اللي بتمنع النادل الأهلي يخسر في أي مباراة زي ما عملت النفسك ريكورد في الدور العام أنك خسرت مجموعة مطشوط بسيطة وجبت أعلى نسبة تهديف لأحسن فرودة وأحسن خط ده أنت دلوقتي تتر بتعمل النفسك ريكورد أفريقيا ومصر أنا شغال بنفس الوتيرة شغال بنفس المنويل أنا عارف أنا شغال إزاي